تمام ساعتها 11.40 دقيقة على مواج الإدارة الوطنية مجز إخباري ونعود بعد ذلك من أجل تتيمات هذا البرنامج أيضا الطالب يطمحوا إلى الإشراف على تكوين الأطبة ومحاربة التصحور الصحي بعد تقليص مدة تكوين الأطبة من 7 إلى 6 سنوات وموازات مع تحذير لتنزيل قانون الإطار متعلق بالمنظومة الصحية عبر وزير الصحة والحماية الاجتماعي خليد أيضا الطالب عن طموحه إلى إشراف الوزارة التي تحمل حقبتها على تكوين الأطبة والممرضين وهي المهمة المسنودة حاليا لوزارة التعليم العالي وعبر وزير الصحة عن هذا الطموح خلال جلسة منقشة مشروع قانون الإطار متعلق بالمنظومة الصحية في اللجنة التعليم وشؤون التقافية والاجتماعي المجلس المجتشرين لقوله في تقديري الشخصي ماكرهناش أن الوزارة الوصية هي التي تتكلف بتكوين المهنيين سواء الأطبة أو الممرضين أو التقنيين لأنها هي الأدرة بحاجات القطاع وبطرق ملاءمات التكوين مع تكنولوجيا الحديثة وهذا ما نطمح إليه وعلى لقية الطالب رغبته في تولي وزارة صحة الإشراف على تكوين مهني الصحة بتكوين تطور تكنولوجيا في القطاع الصحي فريدو استفادت الأطور الصحية من تكوين المستمر قائلا بمجرد أن يتخرج الطبيب أو الممرض يجب أن يستفيد من التكوين الملائم لاكتساب مغرات التعامل مع التكنولوجيا المستعملة التي لا نعرف إلى أي مدى سيصل تطورها وبحسب المعلومات التي قدمها وزير الصحة فإن مشكلة ما يعدين التدريب تيران دوستاج يعد من بين الإشكالية الكبرى التي يعاني منها التكوين أطور صحية إذ كان طلاب كلية الطب مزامون باجتياز التكوين في المراكز الاستشفائية الجامعية التي لا تملك القدرة الاستعاب جميع الطلبة ووضح الوزير أن هذا الإشكال سيحل بشكل نهائي بفضل المجموعات الصحية الترابية التي سيتم إحداثها حيث ستصير جميع المجموعات الصحية ميدانا للتدريب مبرزا أن خفض سنوات التكوين الأطباء لن يكون على حساب جودة التكوين ويتوقع أن يصل عدد المكوينين في أفوق سنة 2025 ووفق برنامج الذي سطرت وزارة الصحة إلى 25 مكونا لكل عشرة ألاف نسمة وهو المعدل الأدنى الذي وضعته منظمة الصحة العالمية غير أن المعدل محدد ضمن أهداف التنمية المستدمة للأمم المتحدة 45 لكل عشرة ألاف نسمة لن يتحقق إلى عام 2030 وردا على الانتقادات التي عبر عنها المستشارون البرلمانيون بشأن تمركز استثمار الخواص في القطاع الصحي في أربع مدن كبرى فقط داعينا إلى تحفيز المستمرين على بناء من صحات في مدن أخرى تفعيلا للعدل المجالية قال وزير الصحة إنه يؤيد هذا الطرح لأننا نريد محاربة التسحور الطيب على حد تعبيري شكراً جوو سواتين بالجورنة شكراً للمشاهدة